فريق الشرطة يتصدر قائمة الدوري لكنه يدرك تماما صعوبة مهمته عند مواجهة اي فريق لانها تحمل اسرارا وخفايا تطلقها في اللقاءات نفط الجنوب واحد من تلك الفرق التي تحمل اندفاعا وهمة عاليتين ما يضع الكادر التدريبي للقيثارة يقوم بتهيئة الخطط المناسبة تمكن اللاعبين من الاستمرار بعزف الحانهم الجميلة مباراة نفط الجنوب رح تكون مباراة بالنسبة انها مهمة رغم نفط الجنوب يعني من الفرق نقول الجيدة بهم اللاعبين شباب بضافة اللاعبين خبرة كذلك كادر التدريبه مميز هذا ما يمنع بأن الفريق نفط الجنوب ما رح يقدم مباراة مع الشرطة لو هدفه بأن يواصل نتاج الجيدة خلال الادوار اللي راحت احنا ان شاء الله يعني اللاعبين كلهم جاهزين اللي ما يميزنا عن الفرق الاخرى وعن السنين السابقة بين عندنا دكة بدلاء جيدة نحن نلعب دوري وهذا دوري اي ثلاث نقاط مهمة اذا نريد نحافظ على الصدارة نريد نبقى بوضعنا طبيعي ما نفرطه بأي نقطة كل الفرق نحترمها وكل الفرق نكون لها كل الاحترام ما عندنا فلان اسم أو فلان اسم كل الفرق اللي تلعب يعني هذا شي طبيعي وطموح اي نادي اللي يجي لعب ضد الفريق المتصدر ينطي كل ما عنده وبعد اكثر شوية فقدانوا بعض خدمات اللاعبين لم يمنع الفريق من التأثري في مواصلة منهاجه التدريبي اليومي ليكون جاهزا ومتسلحا بما فيه الكفاية من المهارات والاداء العالي ليطبقونه على ارض الواقع لتحقيق المبتغى من الضيف الجنوبي نتمنى ان شاء الله ثلاث نقاط تكون من صالحنا راح نطبق كل ما يطلبه الكاعدة التدريبي فريق مصدر تعرف لا لازم نحافظ على الصدارة مباراة خارج ملعبنا او داخل ملعبنا المهم ثلاث نقاط نتمنى ان شاء الله نفرح جمهورنا نفرح دارتنا طالب الجمهور الشرطاوي انه يحضر بعد اكثر واكثر لانه مثل ما تعرف المباريات القادمة راح تكون مباريات صعبة راح تكون مباريات حسن سجل مغامرات الشرطاويين حافل بالنجاحات والتي يحاول تعزيزها اكثر فاكثر ليبتعد وينفرد بالصدارة حتى نهاية مطاف الدوري جنود القلعة الخضراء يسعون المحافظة على اسوارهم مؤمنة بمباراتهم امام نفط الجنوب لرفع راية الانتصار من اجل السير بخطة ثابتة وموزونة برحلة الدوري الصعبة التي تتطلب منهم جهدا عاليا لتمسك اكثر بالمقدمة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد